بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا بنتكلم عن الجليس في جليس كده الناس بيجري على لسانها وما نقدرش نمسكه وغير لما نركز لكن هو بيكون لي اثار كتيرة جدا 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 وإحنا لازم نقعد ونحلله ونشوف الجليس ده هو الجليس ده ويكون من صاحب الكير زي ما حدث النبي قال ولا يكون من صاحب المسك الجليس النهاردة شعور لما بنحس بيه بيخلينا نحس ان الحياة في قلوبنا ملهاش طعم يعني شخص جليس بيمص طعم الحياة من قلوبنا وجليس بيحسسنا ان بقينا زي الروبوت الانسان الآلي بنقوم بالمهام المطلوبة من غير اي شعور حقيقي لا بسعادة ولا بفرح ولا بأي حاجة بنحسش بالمعنى والجليس ده بيبقى معاه رغبة كده صعبة شوية ان احنا عايزين نقف شوية نبطل نقف ما نشتغلش وظن ان احنا لو قفنا ده يخلينا ناخد نفسنا ونرتاح بيبان الجليس ده قوي لما حد بيسألك اخبارك ايه فتقول له اهو عايشين في دوامة الحياة بندور في الساقية الجليس النهاردة هو شعور الدوران في ساقية شعور الدوران في ساقية ده ده شعور يا كد مفيش حد دلوقتي الاو بيشتكي منه الشعور ده من المشاعر اللي بتخلي الانسان يفقد الاحساس بالنعمة او الله الله سبحانه وتعالى جعلنا غريقين في النعم بس لما تحس ان انت بتدور في ساقية اللي بيدور في ساقية ما بيبقاش شايف اكتر حاجة ما بتبقاش شايفها وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها ومع تمادي الشعور ده في حياتك بتلاقيك بتتبنى فكرة في غاية الصعوبة عن اعمل ايه اصل الحياة كلها ماسي والحياة ديات هي دار كبد دار كبد يعني ايه هو فاهم ان دار كبد ان هي دار عناء لان ناس كتيرة بتظن ان الله سبحانه وتعالى لما قال لقد خلقنا الانسان في كبد ان طبيعة الحياة هي الاسى والعذاب والألم والشدة والاختبار بمعنى القهر وبمعنى الضغط وبمعنى التضييق فيبقى ده مبرر لإدمان الآلام والأوجاع والعجز والاحساس بالمهانة والاحساس بنقصان طعم الحياة وفقد طعم الحياة من رؤية النعمة لا يا عباد الله الكبد هنا معناه خلقنا الانسان في سير وفي عمل وفي ديمومة للعمل فلو كانت الدنيا لو كانت الحياة الدنيا الحياة الأولى دي ده ركبت بمعنى المآسي هنفم ازاي قوله تعالى ونقف شوية مع قوله تعالى من عمل صالحا من ذاكر أو أنسى وهو مؤمن فلا نحيانه حياة طيبة واضح ان الآية دي بتقول ايه بتقول ان فيه مكافأة لمن يعمل عمل صالح من عمل صالحا من ذاكر أو أنسى وهو مؤمن فاحنا منتظرين ايه منتظرين المكافأة فالمكافأة تلت ايه فلنحيانه حياة طيبة فيبقى الحياة دي نعمة وجايزة ولا تبقى نقمة وعب وعذاب فما ينفعش ان احنا نفهم ان الحياة حياة دي عبارة عن عذاب امتى الواحد فينا بيقول انه حاسس انه بيدور في ساقيا هنلاقي ان الناس بيستخدموا التعبير ده في مجموعة من المشاعر والظروف اول حاجة زي مثلا انه هو يعبر عن الشعور بالمهانة بسبب كسرة التهب والانهاك فتلاقيه بيقول انا حاسس ان انا بتمرمط بجري طول الوقت في الشغل من تارجت لتارجت ويجري من شغلانة لشغلانة على شر رزقي ورزقي عيالي بس انا عايز اسألك سؤال انت قلت الكلام ده بس فيه وجهة نظر تانية دي مش وجهة نظر بس الوحيدة اللي هي موجودة لهذا الامر للسعي ده السعي ده بتاع الابطال بتاع الرجالة السعي ده للرجالة الرجالة اللي داخلين في قولي تعالى من المؤمنين الرجالة من صدقوا معها عادوا الله عليه طب فيه حد فيهم ده كتير من هم مسلا سيدنا سوفيان السور كان بيقول لنا وصية جميلة قوي بيقولك عليك بجهاد الابطال ايوة يبقى كده الجهاد في سبيل لا قال له لا 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 استنى بس عليك بجهاد الابطال الرزق الحلال والسعي على العيال ايه ده يعني ده مش مش ان احنا بندور في ساية لا دي بطولة اه يعني ان انا اجري عشان اجيب نفقة اولادي هو البطل ده شخص مقدر محترم ولا مهان فهو بيقدم لنا فهم لقوله تعالى وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون وكأنه كمان هذه الاية كمان لابد ان احنا نجمعها مع حديث المسألة ان جاي راجل يسأل رسول الله صلى الله سلم فان اللي حصل فرسول الله صلى الله سلم علموا ماذا قيمة العمل ان العمل قيمة وان العمل لانه قيمة بيجعل للانسان قيمة فلا يكون مهانا لا في الدنيا ولا في الاخرة فلما رسول الله خلا يعمل قال له بدل ما هو يتسول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من ان تأتي المسألة نقطة سوداء في وجهك يبقى اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى ان العمل شكل من اشكال المعنى والتعب واليأس والمهانة لا خالص ده بيجعل ده من قوله تعالى من المؤمنين رجالهم صدقوا ما عهدوا الله عليه طب في حالة تانية الناس بتحس بيها وبتعبر بي انا حاسس ان انا او او عندي شعور بان انا بدور في ساقية بيعبروا بده عن ايه عن الخوف من المستقبل في ناس بتجري وبتحس ان هي بتدور في الساقية بسبب خوفها من بكرة في ايه اللي يحصل فيدور في الساقية عشان يجعل حياته وحياة احبابه تحت السيطرة عايزي اخليها تحت الكنترول بس يسيدي يا حبيبي يا اخي يا عبدالله حياتك مش تحت السيطرة حياتك مش اندر كنترول صدقني حياتك تحت الرحمة اندر مرسي يعني لك رب اخبارك انه سبحانه تعالى مهد لك كل شيء فقالك ربنا سبحانه تعالى انا مناجي عن الارض مهادة يعني كل اللي انت متخيله من عقبات موجود في المهاد انت لو فتحت انك هتلاقي العقبات دي مش موجودة العقبات دي اللي صنعها وهمك واطمئن ان رزقك محفوظ حتى قال صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها ووعدك سيدك سبحانه وتعالى وقال لك وفي السماء رزقكم وما توعدون فليه انت خايف من الاقدار اللي ربنا اعدها لك تعالى اقول لك ايه معنى القدر في الفهم الصحيح اللي خلى القدر جزء من ايمان نبيه يفتح لنا باب الامان دايما الايمان يفتح لك باب الامان والقدر اتحط كركن من اركان الايمان ان تؤمن بالقدر خيري وشري فيبقى القدر كده لو كان الله سبحانه وتعالى يجعلنا نريد ان نؤمن فلابد ان القدر دوت باب من ابواب الامان طب اذا كان القدر باب من ابواب الامان انا بسمي القدر ايه كتاب الطاف الله كتب بمداد من نود الله يعني ايه يعني انا فاهم ان القدر ده لطف من الله وكتب بود الله وعشان كده انا عشت في فيئة مع اهلنا واحبابنا المصريين وهم بيقولوا مثال لطيف جدا بيعبر عن المعنى ده لما يقولوا اجري يا ابن ادم جري لوحوش غير رزقك لم تحوش وهم بيقولوا كمان ادر ولطف فاللطف مالي حياتنا يعني اسعى ولكن اترك ام التدبير على الله سلم الامر الينا نحن اولى بك منك اه سلم الامر الي الله هو اولى بك منك لانه ارحم بك منك فاللي حاصل فبلاش خوف ساعة ما تفهم ده هيقل الخوف وما بيبقاش فيه تنافس مهلك وصراع قاتل للنفس وللمشاعر الحالة كمان التالتة اللي بيظهر فيها استخدامنا لمسألة الشعور بالدوران في الساقية التعبير عن الشعور بعدم التقدير واني بقيت بالنسبة للرجال الرجالة بقى محسين بعدم التقدير يقولك انا محفظة او ايتي ام وبالنسبة للستات ان هي بقت زي الخدمات تقول للاولاد كده في البيت ويقول للاولاد ولزوجته في البيت كده فيه ناس بتستخدم تعبير الدوران في الساقية علشان جوعة للاحساس بالتقدير خاصة من الاسر لكن السؤال انت كده اختزلت دورك في المحفظة وانسيت ان انت دورك البطل ليه ما كنتش البطل مراتك واولادك عايزينك بطل على فكرة وانت بتهتم بيهم وبتدخل الفرحة لأقلوبهم يبقى انت كده بقيت البطل ويا اياتها المرأة انت قامتك كبيرة ودور الجليل مش بس في الخدمة انت مش موجودة عشان السيرفز مش موجودة عشان الخدمة اولادك مش قاعدين في فندق انت مجرد وجودك ده دفع للكل وحنان عالتعبان والمدايق ونور لجوزك والاولادك فما تختزليش نفسك بنلاع عليكم بلاش التعبيرات المسيئة دي وبنستخدم كمان الدوران في سايا في موطن رابع لما نحب نعبر عن شعور بفقد معنى الحياة اللي بنعيشها في ناس بتحس ان هي دايرة في سايا عشان حسة ان الايام كلها بقت شبه بعضها كل يوم اصحى الصبح انزل اروح الشغل ارجع من الشغل انام كل يوم انظف البيت اشوف حاجة الاولاد واعمل الاكل وانام وهكذا عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معنى جميل اوي وحفزنا دايما في ان كل يوم نشوف فيه النعمة ونضيف فيه قيمة جديدة لما قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم من كان يومه كامس فهو مغبون يعني ضيف كل يوم حاجة جديدة في حياتك وربش بس كده ده نفهمه مع حديث رسول الله مهمة اوي الا ان لله في ايام دهركم لنفحات مفيش يوم زي التاني الا فتعرضوا لها الا هيتعرض لنفحات الله والا يعيش بيقين من نفحات الله مش هيبقى فيه يوم شبه التاني وساعتها نسمع اليوم وبيقولك انا يوم جديد على عملك شهيد فاختنمني احنا نسينا واحنا بنعيش حياتنا عبادة مهمة وهي عبادة ايه عبادة الفرح بنعمة الله نعمة حب بنعمة الله حب الحياة حب الحياة على فكرة مش خيار حب الحياة يا عبادة الله واجب الحياة نعمة وحب النعمة واجب ولئن شكرتم لأزيد انكم وكل احساسنا بالضغوط ده لان انا انشغلنا بالدنيا عن الحياة استنى كده يعني ايه انشغلنا بالدنيا عن الحياة انتم مش مفرقين ما بين الدنيا والحياة الدنيا وسيلة ما تنفعش تبقى غاية الادوات دي كلها والمال والجاه وكل دي ادوات لكن الحياة اوسع بكتير من هذه الادوات دي الحياة الدنيا لكن في الحياة الطيبة بقى الوسع بقى والنعمة بتاعت ربنا ان انت تعيش حياتك كلها مليانة نعمة فتحس ان هي واسعة وعشان كده جددوا ايمانكم بحب الحياة ولذلك لما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جددوا ايمانكم بقول لا اله الا الله فتشوف الحياة بمفهوم جديد تشوف الحياة من عند الله وسعيتها تحس ان هي نعمة ولذلك تعالى اسمع الحكمة اللي انا بحبها قوي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحب الحياة يعني ايه لو انت بتؤمن بالله واليوم الاخر حب الحياة عشان حب النعمة لان معنى ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحياة الاولى هو الذي خلق الحياة الاخرة فالحياة الاخرة لو كان فيها نعيم فالحياة الدنيا فيها نعيم كمان وهو ذات اللي نجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مررتم بالرياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الزكر امه لتفسروا بايه قول الناس أن لا راحة في الدنيا يعني لا توقف عن العمل مش أن الدنيا عذاب أبدا أبدا ولكن الدنيا فيها نعيم نعيم القرب من الرحيم سبحانه وتعالى وعشان كده فيه تلات مفاتيح بتساعدك أنك تخرج من حالة الدوران في السائية دي أول حاجة أيوة اليقين من مدد الله إيه اللي حاصل بص كده كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محزورة يعني إيه كل واحد عنده عطاء كل واحد عنده مدد ومش بس مدد ده كمان رزقك في السماء وما وعدك الله به مش بس كده طب كمان نزود نزود كمان ألا لله في أيام دهركم لنفحات كل ده لازم تبقى على يقين منه والدليل على ذلك أن في أيام بتحس أن الدنيا خلاص أغلقت وبعدين يجي يأتي الفتح ويرزقه من حيث لا يحتسك لازم تكون عارف أن مدد الله لا علاقة له بعملك الكثيف والكثير ولكن علاقته بأن الله جميل وبك لطيف استعن بالله تجده تجاهك يعني إيه؟ يعني عطاء الله لا علاقة له بعملك والدليل على ذلك أن رزقك كتب قبل عملك طب أنت بتعمل ليه؟ لأن ربنا أمرك بالعمل وقل اعمله إيه ده؟ يعني أنا مش بعمل لكي أشتري رزقي آبادا رزقك محد فضل من الله يعني أنت بتعمل ليه؟ عشان تبقى كريم تبقى راجل تبقى إنسان ولا بتعمل عشان تصنع رزقك لا 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 رزقك مكتوب خلاص أنت لما بينفخ الروح في بطن أمك بيكون خلاص المسألة انتهت رزقك وكواجل وكوشقي أو سعيد فأنت بتعمل ليه؟ عشان تشوف جمال رزق ربنا بقى فالعمل دوت عشان تحس بمنة ربنا تاني حاجة أن أنت تغير نظرتك مع الأشياء المكررة أنا ما بحبش كلمة عادي لو كانت كلمة عادي يعني شيء مفهوز زيادة فأنا مش موافق عليها لو كان عادي يعني الله عودنا على هذا يعني عودنا على الكرم فيبقى فيه مزيد كرم أنا موافق على ده لأن الكريم سبحانه وتعالى لا يكرر لا يكرر بمعنى إيه؟ لا يعيد لا يعيد إذا كان معنى الإعادة إنه يأتي بالشيء بلا زيادة لا 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 الله الآن على ما عليه كان كل شيء بيجيبه هذا ليس على مثال سابق يبقى إيه؟ يبقى لازم نعرف إن كل حاجة أنا يوم جديد على عملك شهيد فاختنمني فلازم أنت تغير مفهوم إن ده شيء مكرر لا مش مكرر لو كان مكرر يعني معاد هو هو لا لكن الشيء العادي هو شيء عودك الله فيه على كرم يعني إيه؟ يعني الشيء اللي مكرر ده اللي أنت شايفه بيتكرر ده فيه من مزيد فضل والدليل على ذلك إن السكر كل ما يكرر كل ما يحلوه ربنا لما يكرر علينا حاجة بيبقى إحنا ما انتبهناش لسعة نعمته فيكرر علينا عشان نحس بسعة نعمة ربنا فكل يوم سبحانه وتعالى بيجيب رزق ونور ومدد وفتح جديد بحياة جديدة وزيك إحنا لازم نفعم كده لو كنا عايزين نخرج من الدوران في ساقي هنحس إن حياتنا حياة جديدة تالت حاجة الفرح بنعمة ربنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لما ديجي أوائل السمار اللي إحنا بنسميها البشاير كان يأخذ السمرة ويضع على فمه وفي رواية ابن عساكر الرواية دي في مسلم والرواية التانية رواية ابن عساكر ويضع على عين إيه ليه كده أنا دايما بردد إن هي إيه حضرة النبي كان يقول لأنها حديثة تعادم ربي كان يديها لأصدر طفل في المجلس لأنها مليئة بالبركة فكان يضع على فمي ويضع على عيني عشان يملأ جوفه ويملأ عينه بإيه ببركة ونور ربنا إن السمار دي حديثة تعادم بربها يعني السمار دي ما لها السمار دي مليانة نور وبركة فينور عينيه فيشوف الدنيا بنعمة ربنا ويملأ جوفه عشان جوفه ويبقى مليان بالنعمة فيحمد ربنا بكل جوارحه يا سلام فيبقى هو مليان بالنعمة ومليان بحلوة النعمة ومليان بشهد النعمة ومليان بنور النعمة كمان طب عايزين شوية إجراءات تساعدنا بقى أول إجراء أول ما تسحى الصبح عود نفسك إن أنت تفرح بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وتبقى دوة تطبيق لقولي تعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وهو دات المقصود من أذكار الصباح والمساء على فكرة لما تقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا يعني إيه اللي حاصل الحمد لله بنحمد ربنا على إيه عن نعمة فأنت لازم تفتكر إن أنت إن أنت في نعمة واحد يقول لي إن أنا صحيت منع قابل المشكلات لا إن أنت الله نظر إليك ووهبك حياة جديدة أنت اللي بتستدعي بقى الأشياء الزميمة من حياتك لكن بلذلك أنت لازم لما تصبح تصبح وتعرف إن أنت في حياة جديدة وأنا بحب إن الناس يقولوا مع الأذكار ده إنهم يتذكروا فيقولوا الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علي بحياة هي معرض لوده ومحبتي فاللهم ارزقني أن أرى محبتك في كل شيء حولي كل يوم تقول كده كل يوم الصبح تقول كده وكل يوم تتعود إن أنت تشوف حاجة من محبة ربنا تاني إجراء حاول تكون سبب لفرحة الناس ولو في كلمة إيه لا هيحصل لو في كلمة عداوي بيها حد ما تأخرهاش ولو في كلمة تجرح حد ما تقولهاش ولو في كلمة بتفتح باب برج برك على حد ولا باب فرج على حد سارع وما تمنعاش الكلمة اللي بتساعد حد في أزمته ما تأخرهاش والكلمة اللي بتجرح حد ما تقولهاش والكلمة اللي بتساعد حد وتمسك بأيديه إيه اللي حاصل ما تمنعاش خليك سخي النفس كده تلاقي الدنيا بتوسع الحاجة الثالثة اللي أنا شايف إنه مهم إنه إحنا نقولها إنه إحنا نكثر من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لإن الصحابي إيه اللي حاصل كان فيه كفاية سيدنا أبي بن كعب لما قرر لحضرة النبي أجعل لك صلاتي كلها قال إذن كفيت همك ووقيت يبقى هنا نعرف إن الصلاة على حضرة النبي بتكفي الهم وتقي أنا بحب كمان إن أنت تدخل كمان في حالة مش الدوران في سائية لكن إيه رؤية وسع الله فياريت تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتقول اللهم اجعلني من أهل التسليم الذين إذا نزلت بهم الشدائد لا يستسلمون والذين هم بلطيف تدبيرك ممدودون وأنوار معيتك يتنفسون واجعل لي سر سعادتي في يقيني بأن مع العسر نظرا ولطفا وحنانا ويسرا وفرجا قريبا يا رب العالمين يا رب العالمين أكرمنا واجعلنا دائما من أهل رؤية معيتك ورؤية نعمتك ونعيش بوسع النعمة يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا سيدة بعد الفاصل نلتقي معاكم في ساحة وسع مع أسئلتكم اللي بنتلقاها على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وبيفضل بنا واصلوا بنتلقى كمان مقترحاتكم ونتلقى تعليقاتكم بكل محبة وكل سعادة فربنا يديم علينا الفضل والنعمة من تواصلكم وكمان من أن احنا نشترك في تلقي توفيق الله وتسديده ونعمته يا رب العالمين ونفضل في مجالس العلم وعشان نفضل في مجالس العلم بنتلقى أسئلتكم ونخصص لها وقت وده أول سؤال ممكن نجاوب علي النهاردة من أسئلتكم اللي وصلتنا وهو سؤال بيقول هل حرام نقول للإخوة المسيحيين كل سنة وانتوا طيبين حرام نقول يعني لا وحرام ان انت تقولي الكلام ده لأن هذا الكلام لا علاقة له بالعلم هذا الكلام لا علاقة له بالود هذا الكلام لا علاقة له بوثيقة المدينة هذا الكلام لا علاقة له بالود هذا الكلام لا علاقة له بوصية الرسول اللي صلى الله عليه وسلم بأهل الكتاب هذا الكلام لا علاقة له بالعيش الطيب والهني مع الناس هذا الكلام لا علاقة له بنداء الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله هذا الكلام كله لا علاقة له بهذا هذا الكلام لا علاقة له بالفرح بميلاد سيدنا عيسى كالفرح بنجاة سيدنا موسى احنا لما بنهني اخواننا المسيحين بنهني انفسنا كمان بميلاد سيدنا المسيح لان في الحقيقة سيدنا المسيح هو غالي علينا وكان حبيبا للرسول الله وكم من المرات تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا عيسى حتى في الكلام عن في الكلام عن يوم القيامة الكلام بمزيد من التجليل والاحترام والمحبة ما بين الرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى ففي الحقيقة هذا الكلام اللي بيصار في كل سنة فهو الكلام في الحقيقة هذا كلام بالحقيقة يعني هذا كلام سياسي ايدولوجي بيخدم افكار الطيرات الطيرات المتطرفة بتستخدمه عشان تعمل حاجة شريرة شوي ايه الحاجة الشريرة اللي بتعملها لان ده لو كان موجود كنا لقيناه في كتب الاهل العلم مع اخوانا المسعين ده لو مش اختراع لقينا النهاردة بس احنا ما لقيناهش الكلام ده عارف ده بنقوله كده ليه بنقوله الكلام ده ليه بنقوله الكلام ده لان في الحقيقة هناك من يحاول ان يستخدم هذه مثل هذه المسائل لا لشيء الا لانه بيتبنى فكرة شرخ المجتمع شق المجتمع انا بسمي الخطاب ده خطاب عدو المجتمع واحنا بنأسس ان اهل الديانة واهل اللي اتدال عندهم خطاب اسمه خطاب صديق للمجتمع هذا الخطاب عدو للمجتمع عدو للمجتمع ان الرسول الله وصانا عليه وصانا على العموم الناس وصانا على العلماء وصانا على ائمة المسلمين فهذا الخطاب لا يحمل وصية حضرة النبي هذا الخطاب لا علاقة له حتى بالادلة الشرعية هذا الخطاب المراد منه في الحقيقة هو ايذاء المسلمين واذاء غير المسلمين ليه اتنين هذا الخطاب انا بقول لكم هذا الخطاب كأنه يمزق وثيقة المدينة لهم ما لنا وعليهم ما علينا الشخص الا حاصل هل جزاءه الاحساني الا الاحسان واحد بيهنيك برمضان واحد بيهنيك بكل مناسباتك الدينية هل جزاءه الاحساني الا الاحسان لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم انت بروهم وتقصطوا اليهم نعمل ايه سيدي نعمل ايه اذا كان الشرع الشريف بيقول لنا كده نعمل ايه اذا كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تقبل الهدايا من غير المسلمين نعمل ان الرسول الله سلم لما تقبل الهدايا مش بس تقبل الهدايا تقبل الهدايا وادخل غير المسلمين في اسرتي نعمل ايه سيدي نعمل ايه وانت بتقول لنا ما انطبقش قوله تعالى وقوله للناس حسنة ده عشان ايه طيب عشان انت تولد عندك شيء لا علاقة له بهذا الدين وهو السأرية الدينية تولد عندك حاجة ان انت تكره العيش المشترك لا احنا يا سيدي بنحب العيش المشترك لان احنا بنحب رسول الله لان من الذي وضع لبنات العيش المشترك هو رسول الله في المدينة هو اللي وضع لبنات العيش المشترك انت واضح ان انت لا يسعك ما سنة رسول الله واضح ان انت مش حاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحابب ان انت تعمل ايه كل وقت من الاوقات لازم تعمل تمييز انت كده بتكرس بشكل واضح جدا جدا كراهية الاسلام عند الناس وبتدعم فكرة الاسلاموفوبيا ان الناس مش قادرين يعيشوا مع غيرهم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة بنى مجتمع الرحمة بنى مجتمع الود والتواصل انت مش قادر تعيش ده فاللي بيقولي الكلام ده لازم نقوله الكلام ده بوضوح ازهقنا بقى كفاية يعني لو هي مسألة جاوبناها وخلصنا لكن مش معقولة تتجدد كل سنة طب تجددها كل سنة ليه؟ لان في حد اعتبر ده جزء من هويته جزء من المفصلة المجتمعية لا هو جزء من ايه؟ من هدم المجتمع جزء من تهديد المجتمع دي مش مفصلة يا ابني مجتمعية محدش طلب منك وانت بتهني اخوانك المسيحين ان انت تعتقد عقدتهم ولا هو بيفعل لما هو بيهنيني بيعتقد عقدتي فليه بتفعل كل ده؟ بتفعل كل ده عشان تباني حرصك على الدين؟ هل حرصك على الدين يجعلك ترمي بوصية رسول الله عرض الحيط؟ ترمي بالعهد اللي بيننا واللي وضعوا علينا رسول الله؟ انا اللي لا املك شيئا للناس اللي بيقولوا بحرم التهنية اخواننا المسيحيين بعيد الميلاد غير اننا اقولوا ربنا يسمحك هداك الله وغفر الله لك وليه تئزينا في اخواننا؟ ليه تئزينا في من يعيش معنا؟ ليه تئزينا لمن احسنه الينا واحسننا اليهم؟ احنا عندنا يا ابني تاريخ من الود ومن الرحمة ومن الفضل ومن النعمة ومجتمعاتنا مجتمعات عميقة العمق اللي في المجتمع ده حاجة اسمه عمق المحبة وعمق الرباط احنا في مصر بالذات احنا ده جزء من الرباط عندنا ان احنا بنعيش الفرحة بنعيش الافراح والاطراح معا يا ابني احنا اسسنا المجتمع ده على محبة رسول الله وعشان كده عندنا مصطلح انا بحبه جدا اسمه المجتمع العميق المجتمع العميق ده ما حصلش في يوم وليلة المجتمع العميق ده عمل والناس بتواجه المحتل والناس بتنتصر في اكتوبر والدم واحد والفرح واحد هم اخوانا المسيحيين بيعملونا رز بلابن في مولد النبي واحنا بنهنيهم كمان في ميلاد سيدنا عيسى واحنا عندنا فرح جبير جدا 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 اظن ان الكلام والناس اللي بيقولوا الكلام ده ممكن يتقال عليهم اصلا ما عداش على مصر ما شفش التدايون المصري ما شفش اهل الله ازاي عاشوا مع اخوانهم المسيحيين لا 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 كنت لازم لازم تعرف لازم تعرف ان الكلام ده كلام ما ينفعش كلام ما يصحش ممكن مجتمعات اخرى تتحمل الكلام ده لكن احنا مجتمعنا مجتمع الرباط رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين لما جوا مصر قال لهم بشكل واضح جدا استوصوا بي اهل يا خير وعشان وكرامة اللي وصية رسول الله جزء من ان احنا نستوص خيرا ان احنا نهني اخوانا المسيحيين اللي هنكل يسألون طيبين بميلاد سيدنا المسيح وده شيء واضح وما فوش قدنا مواربة ولا محتاج ان احنا نقعد نتكلم فيه الكلام ده واحنا قلنا كل كل الكلام ياريت بقى السؤال ده يبقى خلاص احنا جاوبنا عليه وانتهينا منه السؤال اللي بعد كده بيقول ايه هل الصلاة سواء فرد او سنة بالبنطلون حرام ام لا والبنطلون واسع ومزبوط واسع ومزبوط اه اظن مزبوط يعني مغطي العور فالبنطلون الواسع واضح ان السؤال ده السؤال ده واضح انه هو من امرأة وسعاد كمان في التدين كان بيسألوه عن الرجل نعم احنا عندنا ستر العورة ستر العورة ملوش علاقة بشكل الساتر لكن ليه علاقة باوصاف الساتر ان ستر العورة الا يصف ولا يشف فستر العورة اذا كان ده البنطلون ده واسع ومي بيشفش يعني مش شفاف بتتشاف بيتشاف لون الجلد من وراه قال لا يصف ولا يشف لا قال لا يشف يعني ما بيتشافش لون الجلد وقال لا يصف يعني هي مش لابسة العدوم اللي هي مش بيحزاها بس لزق على الجسد فاذا كان ده هو ده ستر العورة فاذا كانت هي لابسة زي ما احنا شايفين اهو واسع بتقول ايه واسع ومزبوط يبقى ده وتيجوز الصلافي يا بنطلون يا بنطلون اه لانه متوفرة في اوصاف ستر العورة فهي لو كانت هذا لو كان الوصف ده فيجوز الصلافي للرجل او المرأة الوصف ده انه هو بنطلون واسع ومزبوط يجوز الصلافي للرجل وللمرأة السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عمر انا كنت مستلمة شقة ملك وجوزي باع على عمتي اخت ابويا بتلات تلاف جنيه مقابل تدي له اي متي لانها هي اللي مجوزاني ليه غصب عني لان انا كنت مقيمة عندهم وباعت الشقة لعمي بيع بيع كويسة جدا وجوزت ابنها من فلوس شقتي اللي خدتها غصب عني وهي دلوقتي في زمة الله وجوزي سيبني بقاله عشرين سنة وربط له اولاد ودلوقتي انا متشحتطة في سكن بالاجار انا واولادي فقال جوزي وعمتي ظلموني انا لو جوبتك عالسؤال ده بالطريقة دي ابقى انا مش مفتي ليه لان السؤال دوت فيه استيفاء في حياة لازم تستوفى قلتلي ان هو باع شقةك لعمتك باع ازاي وهي ملكك هينفع يبيع شقةك اللي انت بتملكيها من غير من غير موافقتك هيبقى البيع مش طحيح وممكن ترفع قضية وتسترد شقةك بس انت في نص الكلام قلتلي ان انا غصبوا علي ان انا بيعها يعني ايه غصبوا علي ان انا بيع كل دي تفاصيل لازم اسألها لازم اعرفها ولزلك انا بطلب من حضرتك ان انت تسأليني او تجي على 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 التليفون مباشرة او تقني مئة وسبعة وتسألي در الافتاءة المسئولية لان فيه تفاصيل وانا ما بحظر الناس ان هي تس تجاوب على مثل هذه الاسئلة الاسئلة دي فيها خصومات فيها خصومات يعني ايه فيها طرفين طرف انت عايزة تقول ان هو ظلمك لو كان هو عمل ايه خدعك ولا غشك هو من غشنا فليس منه لكن انا واضح ان السؤال هنا ان هو ايه اللي حصل ان هو ببساطة خالص ان في حد عمل ايه استخدم نوع من انواع العلاقات بتاعته فخلاك بيأتي الشقة لان ان انت كنت خجلتي ان انت تبيع الشقة دي ان انت كنت قاعدة عندهم فبيعتيها فانت بيعتيها برضاكي اللي وضح لي من السؤال ده وعشان مظلمكيش وابني على ما فاهمته من السؤال ان ان فاهمته السؤال محتمل فانت لو بيعت الشقة حياءا وخجلا البيع صحيح كونوا بقى ان هي تدي له ايمتك وايمتك دي موجودة لا ايمتك هتفضل ايمتك مدام هو مدام هو وثقها واثبتها وعليها شهود خلاص الايمة بتاعتك هي الايمة بتاعتك فما ينفعش ان انت تقولي ايه ما ينفعش تقولي ان ايمتك راحت لا ايمتك لسه موجودة لان دهات جزء من مهر المثل اذا كان هو خلاص اقر بيها ووقع عليها واثقها لا يبقى ايمتك هي ايمتك يبقى انت لو بيعتي بحرج البيع صحيح الا اذا كنت انت بيعتي باكره وعشان كده قلتلك لازم السؤال اشوفه طب انا بعمل ايه اللي انا بقوله ده عشان ما تجيش تقولي ان انا مش عايز اجاوب على السؤال انا عايز اتق الله في الجواب على السؤال ففي حاجة اسمها ستيفة لازم اعمل ايه استوفي هذه التفاصيل لكي اجيبك على سؤال حضرتك ولان الاجابة في السؤال اللي فيه تنازع ما ينفعش غير لما نسمع الطرفين والاجابة في الاسئلة المحتملة لان ممكن نجاوب الاجابة فالاجابة طير ويحصل عليها مشاكل كبيرة جدا جدا ويحصل عليها صدام وصراع وبدل من الفتوى كانت سبب من اسباب الرحمة وما رسلناك الا رحمة للعالمين والعلماء ورثة الانبياء فبدل ما كانت الفتوى رحمة تبقى الفتوى سبب للنزاع ودوة لا يجوز وهذه قيمة اساسية من قيمة الافتاء ان الفتوى تكون سبب رحمة يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن جليس ايه الناس بتتكلم عنه كتير قوي جليس الدوران في الساقية الشعور بالدوران في الساقية واحنا حاولنا بالاجراءات اللي احنا نقولها وارجوا ان انتو تراجعوا الاجراءات دي حاولنا ان احنا مش ندور في ساقية لكن نعمل ايه نعيش في امان ونسعى في نعمة نحن لا ندور في ساقية نحن نحن نعيش ونسير في نعمة اللهم اجعلنا من اهل التيسير واجعلنا دائما نحيا في ساعتك وفي نعمتك يا كبير يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اجعلنا على الدوام شاكرين لنعمتك حافظين لها مستسميرين لها في مرضاتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين اشتركوا في القناة